هو ايه الفرق بين الحشيش والملوخية؟ طيب ليه احنا بنتتريق على اللي منع المصريين من ان هما يكلوا الملوخية ومش عارفين مين منعنا ان احنا نشرب الحشيش؟ طيب افرد ما كانش الحشيش ممنوع كنا حنشربه؟ طيب هل نعرف ان احنا مصري كان لها تأثير كبير جدا على منع الحشيش في اسرائيل؟ هنتكلم في موضوعات كتير جدا وحنجاوب على اسئلة كتير جدا وحنفض فض لكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم فجأة كلنا شفنا فرحة الكنديين وهما واقفين طوابير مستانيين دورهم علشان يروحوا يشتروا حشيش وقابليها كانت فيه دول في امريكا اللاتينية بتسمح ببيع الحشيش وفيه جدل شغال في امريكا بخصوص القصة دي وقابليهم طبعا كانت هولندا بالشوارع اللي هي محددها انها تبيع حشيش في اشكاله المختلفة فبدأت تطلع بعض الاصوات سواء جوه مصر او في الشرق او في الدول جنبينا يلا يا جماعة نبيع الحشيش يلا جماعة نزرع الحشيش وفيه بدأت بعض الدول بتفكر انها تزرعوا لاسباب اقتصادية علشان تحسن من الاقتصاد بتاعها وبيجي شخص يسألنا كده هو انتو بتفهموا احسن من الكنديين او بتفهموا احسن من الهولنديين طيب ما هو فيه ناس بيتبيعوا علني يعني احنا ليه مش زي الدول دي والاجابة الاولية بتاعتي ايوة يا فندم احنا بنفهم احسن من الكنديين واحنا بنفهم احسن من الهولنديين واحنا يعني العلم مش حكرة على حد وقدرين ان احنا نشرح اسبابنا العلمية في كده نرجع لقصة الملوخية اللي على اليمين دي نباتة الملوخية واللي على الشمال دي ده الحشيش المصريين على فكرة متمنعوش من قتل الملوخية وقصة ان الحاكم بامر الله منعنا ان احنا ناكل ملوخية القصة دي مش ثابتة تاريخيا وبيشكك فيها الدكتور عطية القوسي استاذ التاريخ الاسلامي في كلية الاداب جامعة القهرة ده الملوخية هل لو ما كانش الحشيش اتمنع كنا احنا لسه هنشربه لغاية دلوقتي علشان نجاوب على السؤال ده هنضطرر نحكي قصة الحشيش والقصة بتاعته قصة مثيرة جدا على فكرة وممكن ان تتبعها على مدار الاف السنين من قبل الميلاد بدءا من اول ادلة على استخدام الانسان للحشيش كانت في اواسط اسيا العليا نواحي اليابان ومنغوليا مرورا بالصين لغاية لما وصل للهند ثم عد على بلاد فارس او ايران لغاية لما وصلنا احنا هنا في مصر لغاية لما انتشر في العالم كله من شركة اوروبا الغربها لغاية لما وصل للامريكاتين وبدأوا يلاحظوا الناس القديمة بعض التأثيرات ليه وفيه بعض الناس بدأت تستخدموا الاسباب دينية بحتها سواء قبل المسيحية وقبل الاسلام او بعد المسيحية وبعد الاسلام وبعض الدول لما كانت تمنع المخدرات ما كانت تمنع الحشيش على وجه الخصوص وكانوا بيعتبروا ان هو ليه نوع من انواع التأثير الديني واشهر التأثيرات الدينية كانت موجودة في فرقة الحشاشين بقيادة حسن الصباح اللي ظهر منها فرقة الاختيالات الشهيرة اللي هي اللفظة اللي وصلت لللغات الاجنبية بكلمة السيسينز وحواري حضراتكم صورة من احد المباني المصرية القديمة من ايام ان فرعنا وبتوضح ان في حاجة هما بيدخنوها انا مش عايز في ايه وبرغم ان انا سألت فيها ناس اثريين لكنهم قالولي دي مبخرة فيعني الحكم لحضراتكم ولو في حد اثري يصلح لنا المعلومات اللي احنا بنقولها المهم ان الناس استمرت انها بتتعاطى الحشيش على مدار الاف السنين وما حدش كان بيشتكي والناس كلها كانت مبسوطة وما كانش في حد بيجي عاكن علينا ولا دكاترة الادمان تعاكن علينا ولا الشرطة بتجري ورانا في الشوارع ولا نسمع ضبط مش عايف كم طن حشيش كم اللي فافت بنجو الى اخر هذا الكلام لما اتمنع الحشيش في كتير من دول العالم كانت اغلبها الدول اللي هي خاضعة للاستعمار البريطاني لان بريطانيا اكتشفت ان في بعض العمال اللي بيشتغلوا بالذات في الموانئ بتاعتها اللي بيتعاطوا الحشيش قدرتهم على الانتاج والعمل قليلة ومن هنا فكروا في انهم يمنعوا للحشيش لكن في مصر الوضع كان مختلف لان اول بدايات لمنع الحشيش كانت قبل الاستعمار البريطاني وقبل الاحتلال الانجليزي لمصر من العجيب ان في سنة في الستينات القرن التسعة عشر يعني حوالي 1861 بيطلع دكتور مصري اسمه محمد علي بيك محمد علي بيك بيك بيكتشف بيقول يعني معلومة الناس حاليا بتبص الله على انه كلامه غير علمي المعلومة بتقول ان السبب من اسباب انتشار الجنون في مصر مرض هو سماء الجنون هو تعطيهم للحشيش اللي كان بيتم تعطيها على نطاق واسع وسط المصريين وبالفعل بيروح بيتكلم وزير المعارف المصري علي مبارك الشخصية الشهيرة في التاريخ علشان يقنع البرلمان المصري ان هو يمنع الحشيش وبالفعل البرلمان المصري بيمنع تعاطي الحشيش يعني مصر منعت الحشيش قبل الاحتلال الانجليزي لأسباب طبية بحثة يعني في كده بعض الدلائل التاريخية ان اول قرار رسمي بمنع تداول الحشيش في مصر كان سنة 1879 يعني برضه قبل الاحتلال الانجليزي بنوصل ليناير 1903 في 1903 في شهر يناير مدير مستشفى اللي هي حاليا العباسية مستشفى العباسية للصحة النفسية كان دكتور انجليزي اسمه جون وارنك دكتور جون كان مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية وعمل دراسة ضخمة سواء بمقييس الزمن ده وحتى بالمقييس بتاعتنا على اكتر من الفين عيان وقارن الدراسة بتاعته بدراسات مشابهة لمصحات نفسية لدول خاضعة للاحتلال الانجليزي بدءا من البنغال ونواحي الهند حتى وصولا لانجلترا وبينشر الدراسة بتاعته في مجلة علمية في الوقت ده اسمها جورنال في يناير 1903 هحط لحضراتكم العنوان البحث ده علشان البحث ده مثير بالفعل وبيخلص الى نتيجة مهمة جدا وهي ان في مرض اسمه الجنون في الوقت ده اسمه كده والجنون ده 27% من الناس المصابة بالجنون هم مصريين بيطاعتوا حشيش وان تأثير الحشيش على عقول المصريين وعلى صحتهم النفسية اعلى من تأثير الحشيش في الهند وفي بقية المصحات اللي ممكن في الدول الخاضعة للاحتلال البريطاني وفي وقتها برضو قال ان في بعض السيدات المصريات بيشربوا الحشيش البحث على فكرة اللذيذ وانصحكم انكم يعني تقروا وهحط لكم الرابط بتاعه الناس اللي يعني بتقول ان البحث بتاعه مش علمي قوي او البحث بتاعه مش يعني سواء بالمقاييس الحالية كان محتاج نوع من انواع الانضباط اكتر لكن المهم ان انا شايف ان هو بحث مهم جدا واعتقد انه ممكن ان احنا نبني عليه بقية الكلام بتاعنا ده كانت في سنة 1903 في سنة 1904 بيجي مصر زابط انجليزي اسمه رونالد ستورس رونالد ستورس زابط انجليزي اشتغل فترة في مصر وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وصدور وعد بيلفورد وتأسيس اسرائيل هو بينتقل هناك حاكم عسكري وهناك بيطلع قرار حاسس ان المصريين استفادوا منه او جايز يكون متأثر بالقرار الانجليزي كمان فاصدر القرار بتاعه بمنع تداول وتعاطئ الحشيش في اسرائيل لكن في بعض المصادر الاسرائيلية بتقول انه هو تأثرا بالقرار المصري اللي كان موجود في مصر بقية الكلام بتاعنا مختص بسؤال بسيط جدا هو لو ما تمنعشوا شرب الحشيش في مصر او في بقية الدول هل كنا هناخدوه؟ بصوا حضراتكم بغض النظر على العملاته الكندا او اللي بيحصل في الغرب او اللي بيحصل في اي حتة من نظامة الصحة العالمية في التقسيم الطبي العاشر بتاعها كانت مسميه كده الاترابات دي mental and behavioral disorder يعني اترابات عقلية وسلوكية نتيجة لتعاطي مواد مؤثرة على الحالة الذهنية كانت من ضمن المواد دي الكحوليات الحشيش الافيونات العققير المهلوسة كل انواع المخدرات استمر الموضوع في التقسيم الطبي الحداشر واستخدمت وتحط الموضوع الادمان في جزئين او في شبطرين من التقسيم الطبي الحداشر في التقسيم الطبي الحداشر اسم الجزء الكبير mental behavioral and neurodevelopmental disorders يعني الاترابات العقلية والاترابات السلوكية والاترابات neurodevelopmental النمو عصبية الشبطر اللي تحتيك اترابات تعاطي المواد وحطوا كما قلت لحضراتكم نفس التقسيمة الكحوليات الحشيش العققير المهلوسة الافيونات الاخر هذه المخدرات ورجعت الثاني من نظمة الصحة العالمية حطت المخدرات في شبطر ثاني اللي هو عنوانه Q حرف Q هزاردر سيوز أو كنابس أو بقية المخدرات يعني الاستعمال الخطر للحشيش أو بقية المخدرات فموجود في جزئين نفس القصة موجودة في تقسيمة الأمراض العقلية DSM 5 التقسيم الخامس اللي اتطالع من الجمعية الأمريكية للطب النفسي الناس فاكرة ان الحشيش ملوش اي اعراض انسحاب الكلام ده مش حقيقي بس انا هفضفض مع حضراتكم السؤال بتاعي كان هل لو ما تمنعش الحشيش كنا لسه هنستخدمه لغاية دلوقتي بصوا حضراتكم جوا بنظامة الصحة العالمية وجوا الجمعية الأمريكية للطب النفسي في نفس الفصل اللي موجود فيه الحشيش والخمور والكحليات والأفيون والعققير المهلوسة وكل المخدرات حطين من ضمنها كمان الكافيين والنيكوتين الكافيين اللي موجود ده في الشاي وفي البن وفي النسكافيه وفي كل الحاجات دي والنيكوتين اللي موجود في السجائر وفي السجار وفي الشيشة يعني السؤال دلوقتي هو الحشيش زي الكافيين او ان الحشيش زي النيكوتين بتاع السجاير ده بيخلينا نبص الموضوع نظرة يعني اعمق ونظرة مختلفة احنا هنفترض دلوقتي ان الحشيش مسموح وانك تقدر تدخنه في الشارع زيه زي السجاير وتشربه على القهوة زيه زي الشاي والبن كون ان في حاجة معينة مقبولة مجتمعيا ده مش معناها انها صحيح او انها لائقة او انك ممكن تستخدمها بدون تمييز الكلام ده مش حقيقي يعني حتى على مستوى الكافيين وعلى مستوى النيكوتين اللي الناس بتدخنه عادي جدا في الشارع ده مش معناها ان ده صحيح او انه حلال او انه مقبول ولائق اطلاقا فما بالكم بقى لما بنكتشف ودي حاجة احنا بنقدر نلمسها في الشغل بتاعنا ونقدر نسبتها علميا ونقدر نخاطب بها الناس برا احصائيا انه ليه تأثير مدمر على الحالة النفسية ليه تأثير مدمر على الصحة العقلية احيانا كثيرة جدا بتلاقوا بعض الدكاترة المصريين يقولك الشخص الفلاني عنده ديوال دياجنوزيس يعني تشخيص ثنائي يعني ايه ديوال دياجنوزيس يعني هو عنده مرض نفسي او مرض عقلي بسبب تعطيه لمواد مخدرة ايا ما كانت هذه المادة لكن من خلال الممارسة بتاعتنا احنا نقدر نلمس تأثير مدمر للحشيش على الصحة العقلية وعلى الصحة النفسية والناس دي للأسف الشديد قبل ما بتتعالج من الادمان بنعالجها في الاول من المرض النفسي او المرض العقلي اللي هي اصيبت بيه وجزء كبير جدا من الوقاية من المرض النفسي والمرض العقلي هو انك متاخدش الحشيش او المواد المخدرة دي باجع ااكد تاني كون ان فيه حاجة مقبولة مجتمعيا دي مش معناها انها صحيحة لا صحيحة اخلاقيا ولا صحيحة علميا ولا صحيحة طبيا ولما بنيجي نتكلم على الصحة الطبية عايز اوضح كم نقطة يعني حتى لو كانوا متطرفين شوية اول حاجة علشان تبني معلومة علمية سليمة لابد انك تاخدها من مرجع علمي سليم مش كون ان فيه جورنال حتى ولو كان شكله محترم زي الواشنطن بوست او نيويورك تايمز او اي المكانة الجريدة ده مش معناها ان الكلام ده كلام علمي محترم ويمكن ان احنا نبني عليه قرار اخلاقي دي اول حاجة تاني حاجة هافطرد ان انا معي مجلة علمية وفيها بحث علمي شكله محترم والمجلة العلمية دي مشهورة ومحترمة هل معنى كده ان البحث بتاعها ده مش خاطر؟ لا ممكن يكون خاطر وممكن يكون منحاز وممكن يكون مش سليم وان المؤلف بتاع البحث او الاثر ما كانش محايد بشكل انه يحترم العلم وحافطرد انا هافطرد انه كان انطبقت عليه كل معايير الحياد وانه بالفعل كان حيادي برضو للمرة الثالثة مش كون ان فيه حاجة مقبولة علميا يبقى صحيحة اخلاقيا او صحيحة في كل الاجناس وفي كل الجنسيات ومع كل البشر تمام؟ نقطة الرابعة الابحاث التي تكلمت عن فوائد الحشيش في علاجة بعض الامراض لدرجة ان هما تحسو ان كل المشاكل الطبية بتاعتنا انتهت بتميز بين اكتر من مركب جوا مادة الحشيش لان جوا البات الحشيش فيه مواد كيميائية كتير جدا فيه من ضمنها المواد المسؤولة عن التأثير الادماني او التأثير المدمر للصحة النفسية والعقلية لكن فيه مواد تانية ممكن نستخدمها طبيا او ممكن دي مواد اللي احنا بنستخلصها بتستخلصها شركات الادوية واللي بيبقالها بعض الاستخدامات الطبية بالذات في علاج اله اي دي الايدز او في علاج الاصاري الجانبية للادوية الكيميائية في علاج مرضى الاوران والمواد دي معروفة وبتتصنع بشكل دوائي وللناس المنبهرة بالغرب بحقول لكم ان المواد دي وردة او كي من الف دي اي اه فالمادة دي اللي بتستخدم في علاج الاورام هي درونابينول وليها الجرعات الاعلاجية بتاعتها وليها طريقتها في صرف الدواء وفي نفس الوقت الابحاث اللي اتعاملت عليها اكتشفوا للناس المنبهرة بالابحاث الغربية ان ما لهاش اي تأثير ادماني بعكس المادة اللي هي بتسبب التأثير الايدماني واللي بتسبب التأثير الضار على الصحة العقلية وهي الدلتا ناين تيترهايدروركنابينول فمشكون ان في مركب بيستخدم في الحالات القاسية من مرض الايدز او العلاج الاثاري الجانبية للأورام ده معناها ان الحشيش بقى مفيد او انه مالوش تأثير دار بالفعل تم استخلاص المادة الفعالة دي وبتستخدم بشكل دوائي وعلى فكرة حتى الغاية دلوقتي بشكل صارم في صرف الادوية في امريكا احنا هنعمل فيديو تاني عن قصة الادمان بس عايز اقول لحضراتكم ان جوه برضو قصة الادمان بين خاصين برضو في التقسيم ال 11 للامراض اللي طالع من منظمة الصحة العالمية ان فيه ادمان على الفيديو جيمز ده موجود تشخيص ومتقسم نوعين الجيمز اللي هي اوفلاين والجيمز الانلاين ده تشخيص وده تشخيص موجودين جوه من نظمة الصحة العالمية فكوني اني بلعب جيمز دي مش معناها ان دي حاجة حلال او كده لا هل وصلت المرحلة الادمانية فيها ولا لا فما بالكم بقى بالحشيش فما بالكم بقى بحاجات كتيرة جدا في حياتنا فقصة الادمان قصة كبيرة جدا هنبقى نشرحها ونتنقش فيها لكن انا من انصار ان الحشيش يظل مادة مخدرة لها تأثير مدمر على الصحة النفسية والصحة العقلية اتمنى اني اكون اوضحت بعض النقاط واتمنى اني اكون عرفت اوصلكم بعض افكاري بخصوص النقطة دي شكرا لكم والسلام